بصوا سلسلة الاخطاء الشائعة دي دايما بيبقى فيها كلام ممكن الناس تكون قليته و الناس قررته و ممكن تكون سمعته قبل كده بس في الفيديو ده هنشوف كلمات من كتر ما هي شائعة لأقصى درجة بالنطق اللي احنا عارفينه مش هتتوقع ان هي غلط يلا بينا نشوف اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة 5 minute practice انا خالب موحدين و بدون مقدمات كده خليني نخشف اول كلمة على طول اول كلمة معانا هي surprise surprise اللي هي يعني بالمصري surprise يعني عايز تفاجئ احد وبتاعة تقوله surprise طبعا انت يعني على ما تقول surprise دي هيكون تتخض مش تفاجئ فهي بتتقال surprise فلما بتيجي تنتقها تقول surprise اتاني كلمة معانا هي علامة اللي هي دي وطبعا هتقول لي دي سهلة بقى مالها أبوستروف ها حطت لها أبوستروف اس خلاص خلاص تلك كلمة خلاص مفيش مالها لا طبعا اكيد انا مش جاء عشان اقولك ان اسمها أبوستروف اكيد فيها حاجة غلط هي اسمها أبوستروفي أبوستروفي مش أبوستروف أبوستروفي او الله انت لسه شفت حاجة بس انت لو مش وصل فيها خش هتقول على كيمبرج ديكشنيريا أو أكسفورد ديكشنيريا أو حتى خش على جوجل ترانزليشن واكتب الكلمة واسمع نطقها بس يعني خلي فيه ثقة بيننا اكتر من كده تلك كلمة وهي ارشيف ده العربي بتاعها او ده النطق اللي احنا بنقوله بس هي بالانجلش ما بتتقلش ارشيف بالانجلش بتتقل اركايف اركايف ربع كلمة معينة هي كلمة مهمة بس انت مش هتسمعها كتير بس لو سمعتها فتبقى عارف النطق الصحية بتاعها وهي بمعنى عقيد في الجيش ايه هي بقى الكلمة ايه نطقها كده مش كولونيل مش كولونيل مش اي حاجة فيها الا اصلا الكلمة ببساطة هي كورنل كورنل تقول لي ازاي ما عرفش هي كده كورنل بتقال كده اي نطق تاني بقى مش مظبوط تقولي ده بريتش تب امريكان لا هي بالاتنين كورنل وصيك فيها مش وصيك فيها خش شايك عليها على طول مش هلا لقى شايك برضو لقى تشك خش شايك عليها خمس كلمة معانا بقى هي كلمة الناس كلها بتنتقها صح والله كله بينتقها صح المشكلة بابش في النطق يا حبيب قلبي المشكلة انك لما بتشوفها ما بتعرفش تقراها يعني انت بتعرف تنتقها صح وعارف معناها وقوم بتشوفها بتتنح قداما ايه الكلمة دي ما بتعرفش تقراها اصلا فالكلمة هي ريسيت اللي انت بتاخده من الكاشير اسمها ريسيت الكلمة رقم ستة هي اللي هو اللي هو سبك مش بلمر 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 ممتقولش بلمر سبع كلمة معانا هي ساندويش مش ساندويش هي اسمها سانويش سانويش هايسة تقول سانويش هايسة تقول صانويش ماشي مفيش مشكلة يعني بريدش وأمريكان مش هي ده موضوعنا يعني فهيه فهي مش ساندويش ولا ساندويش ولا الدي مش موجودة هي سانويش سانويتش سامحونا يا جماعة والله انا مش عايز العب في سانويتشاتنا بس غصب عني يعني احنا احنا مش عارفين ان هي اسمها سانويتش وبنقولها سانويتش عادي جدا فانت يعني افرد قبلت حد اجنابي وبتتكلم معه بتقوله سانويتش هو هيفهم اه بس يعني ليه تقوله سانويتش قوله سانويتش عادي تكلموا باللغة بتاعته الصحيحة الجميلة تقوله سانويتش يعني الكلمة رقم تمانية هي كام كام زي مثلا ما بتقول كام داون مش كام و تاسع كلمة هي كامفتبل كامفتبل مش كومفورتبل ولا كومفورتيبل ولا يعني اي تأسيمة ليها غير كده هي مش صح هي اسمها كامفتبل كامفتبل والله كده بيتأسهل كتير يعني انت لو كنت بتتلغبط فيها في الاول فكده هتبقى سهلة معك جدا واخر كلمة معنا هي اللي هي بمعنى دين عليك دين ليك دين هتدي حد دين دين ربنا بعدنا عن الديون يعني اسمها مش دبت بس كده ده كان العشر كلمات بتوع النهاردة يعني اتمنى تكونوا استفدتوا قدر الامكان ولو في كلمات عمدوكوا قوليها لي واسبها لي في الكومنت عشان نقدر نعرف النطق بتاعها اياها والله انتو مش محتاجيني ممكن تخش على جوجل برينس بنتقى صحة والله جوجل بنتقى صحة وبس ما بيترجمش عربي حلو بس بنتقى صحة عادي صرف في نطق بتاع الانجليش عادي ودى الوقت جت فاكرة الانجليش عادي والانجليش عادي والانجليش عادي هو وده بيتقال لما شخص معين بيعمل حاجة غلط او بيطلع منه تصرف مش طبيعي انه هو يطلع منه سوء تفاهم حاجة كده مش مقصودة بالعربي كده بنقولها حصل لابس يعني هو هي لابس هي لابس دي هي دي بالزبط فحصل لابس دي اللي هي ايه غصب عني ما كانتش حاجة مقصودة طلعك من شخص مش من الطبيعي انه هو يطلع منه الخطأ دوت خطأ مش بيحصل على طول كده يعني فاسمها لابس اوف جوجمنت لابس اوف جوجمنت زي مثلا يعني ايه يعني هو كان سكرون جدا او ثامل جدا وقال كلام وحش جدا لصاحبه دي كانت لحظة غلط حصلت له بس هو مش طبيعي انه هو يقول الغلط ده وبس ايه لحظة كده حصل فيها ايه حاجة غلط فقال كلام ما ينفعش يتقال بس هو مش مقصود خالص ولو كان في وعيه طبيعي ما كانش هيقوله بس كده ده كان فيديو بتاع النهاردة تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك سابسكرايب وشير شواطر تعمل شير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد ولو الفيديو ما عجبكش يعني لو ما عجبكش بقى تعمل ايه تعمل لايك برضه عشان تحمسني بقى وكده وعمللك فيديو ان شاء الله يجبك المرة الجاية سلام اشتركوا في القناة